ربنا سبحانه وتعالى لا هيحسبني على الحب ولا على الكره كمان مش هيحسبني على الغيز والقاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مش هيحسبني على ما أجده في قلبي من حزن لكن هيحسبني على التصرفات التي سوف تكون خارج قلبي وحينئذ لابد أن هذا الحب لا يدفعني إلى فعل الحرام الحرام معروف الخلوة حرام الشهوة خارج نطاق العقد الشرعي حرام وهكذا فحضرتك إحنا مقيدين بإفعل ولا تفعل لكن أنت بتتخيل كده أنه هو الأب مدام بيقول وعارف أنه فيه صداقة موجودة والصداقة دي فيها حب حتى كمان يبقى أنه هو غلطان مين اللي قال الكلام ده؟ ما حدش قال الكلام ده لا في الأقدمين ولا في المحدثين طويل